تشكيل الزجاج التي يتم تصنعها من خلال معالجة الزجاج المالوف بشكل عام حيث تتروح درجة حرارة ذوابان الزجاج من 300 إلى 2500 درجة مياوية وتتمد قيمة درجة الحرارة الدقيقة على التركيب الكيميائي لزجاج وبعبارة أخرى وجود إضافات مختلفة ويستخدم في هذه العملية الفرن الخاص لتحويل الزجاج إلى كتلة زجاجية يمكن أن يتغير شكلها بفعل الحرارة وفي هذه الحالية متسخين تلك المواد المضافة في درجة حرارة تتروح من 1380 إلى 1400 درجة مياوية ويتم تسخين المكونات الفردية على نار مفتوحة وعلى سبيل المثال وجود بعض الزوايا على الفرن بعد خروج الزجاج من الفرن وهذه المعالجة تحتاج إلى العمل بسرعة لأن الزجاج يبرد بسرعة أيضا ومع كل ثانية يصبح أكثر صلابة وليعطي الزجاج الشكل المطلوب يستخدمون مجموعة المتنوعة من الأدوات مثل المقاس والملاقف وبالطبع شروادات هي أنبوب خاص لنفق الزجاج وتجر الإشارات إلى أن هذا العمل خاطر جدا ولذلك فإن العمال يجب عليهم العمل بعناية كبيرة لأن خطر الاحتراق مرتفع كثيرا والمرحلة النهائية من إنتاج هذه الأشكال الزجاجية الجميلة هي التبريد ويتم تبريد الشكل نهائي مدة عشر ساعات تقريبا ولكن تتم هذه العمليات بطريقة خاصة حيث يتم تسخين الأشكال الزجاجية في درجة الحرارة التي تتراوح من 532 إلى 580 درجة مياوية ثم يتم تبريده ببطء شديد وبشكل متساوين وإذا تم ذلك الإجراء بسرعة وبشكل عار متساوين سوف تسقط تلك الأجزاء المرفقة إلى الشكل نهائي من الزجاج مع مرور الوقت وهذا سيؤدي لانهيار الزجاج من تلقاء نفسه